قالت المعلقة كارين هاوس في مقال بصحيفة الولستريت جورنال ان رئيس بلادها جو بايدن عرض نفسه للعار والحرج خلال زيارة السعودية واضر بالمصالح الامنية الامريكية ووفقا للصحيفة خلق الرئيس الامريكي بنفسه وبشكل مضطرد الظروف اللازمة للإحراج الدبلوماسية وذلك عندما وصف المملكة العربية السعودية بالدولة المارقة ووصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقاتل الصحفي جمال خاشقجي لكنه قام بمقابلته وعدم الحدث عن ذلك الموضوع ودخلت الفضيحة في جولة جديدة تضيف الصحيفة عندما سرع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل جبير إلى التصريح بأنه لا يتذكر مثل هذه التصريحة لكن بايدن اتهم في الواقع الوزير السعودي بالكذب واضفت هاوس هذه هي أمامكم محاولة استعادة التعاون الامريكي السعودي وهو الهدف الذي حدده بايدن لزيارته إلى المملكة هذه الرحلة كانت أسوأ من فرصة ضائعة لقد أضرت بالمصالح الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال إظهارها للعالم أنه لا السعودية ولا دول الخليج الأخرى تفق بالولايات المتحدة بما يكفي لتقديم أي تضحية لإعادة استئناف العلاقة المتضررة بشدة وبشكل منفصل لفتت المعلق الانتباهة إلى طريقة التصافح بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبيضان أو مصافحة القبضة ووفقا لها يجب تحميل موظف البيت الأبيض المسؤولي عن مثل هذا الانتهاك الجسيم للبروتوكول وقالت الموظف البيت الأبيض الذي قرر أن التحية المبتذلة بقبضة اليد أفضل من المصافحة الرسمية العادية يجب أن يطرد من عمله ونوهت بأنه لا علاقة لفيروس كورونا بكل ذلك فقد صافح الرئيس الأمريكي السعوديين الآخرين وكذلك الإسرائيليين والفلسطينيين في وقت سابق إذا كان يعتقد الرئيسا عدم المصافحة ترضي المنتقدين المناهدين للصعودية في حزبه فهو مخطئ وأشارت الصحفية إلى أن الرياضة رسلت إلى واشنطن إشارة واضحة إلى حد ما حول سياستها في مجال الثقة وأنها لا تنوي بناءها مع التركيز على الولايات المتحدة وتبعت الصحفية قائلة كرر وزير الخارجي السعودي فيصل بن فرحانال سعود أن أي زيادة في إنتاج الريفتر لن تكون قرارا سعوديا بل قرارا من أعضاء اتفاق أوبيك بلاسو الذي يضم روسيا وهذه ليست طريقة خفية للغاية للقول إن السعودية ستحافظ على علاقة ودية مع الرئيس فلاديمير بوتين بغض النظر عن رغبة الولايات المتحدة